أحالت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرامونت عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع صحي لجنة التحليل الفني وصعرضت اللجنة برياسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري بحضور وكيل المحافظة المساعدة المهندس هشام السعيدي وممثلي الشركات أربع عروض مقدمة من إجمال ستة عروض لتوريد أجهزة المختبر الأغذية والمياه بمختبرات الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء بتمويل محلي وشدد الوكيل العامري باللجنة بسرعة البث في فحص وثائق العروض المقدمة والتدقيق فيها بموجب المواصفات المقدمة من الجهات المختصة من أجل الإسراع في إرساء المناقصة لرفض المختبرات في الأجهزة